سرعة القصف من اكتر المشاكل اللي بتواجه كتير من الرجالة سواء قبل الجواز او بعد الجواز في الفيديو ده انا هكلمك على خمس نصائح مهمة جدا لازم قدر الامكان ان انت تمشي عليه علشان خاطر تتخلص من مشكلة سرعة القصف سرعة القصف عرفها لك بشكل بسيط كده هو ان انت بتصل للنشوة الجنسية سريعا قبل الاستمتاع بشكل كامل بالعلاقة ما بينك وما بين زوجتك طيب الموضوع ده لازل باتا دكتور اولو سلبيات رقم واحد انت مزاج مبقاش كويس رقم اثنين مرتك الموضوع برضو بيكون بالنسبة لها مش لطيف وبيسبب لها انزعاج وده بيأثر على العلاقة بين الزوج والزوج ولكن فيه جزئية مهمة لازم ان اتبهك عليها لو انت متجوز جديد وتعرضت للمشكلة دي هو ممكن يكون عادي ليه لانه يكون فيه ضغطات نفسية او توترات انت بتتعرض لها فبالتالي ممكن تؤدي الى مشكلة صراحة القصف وعلى فاكرة يا جماع من ضمن المشاكل الكتيرة جدا جدا اللي بيبعتوا لي على الموقع الالكتروني اخواتنا الشباب المتجوازين جديد بيبعتوا للشراب بتاعتهم على الموقع الالكتروني سيبلكم الرابط في الديسكريبشن بوكس او في البايو لو انت على التيك توك او الانستجرام بيقولينا دكتور انا متجوز مثلا بقلي اسبوع او بقلي اسبوعين وعندي مشكلة صراحة القصف طيب الموضوع ده في الاول انا تكلمت ان هو بيكون جانب نفسي وبتكون متوتر ومحتاج ان احنا الفترة الجاية ان شو الله نبدأ نعمل كورس للشباب اللي مقابلين على الزواج عشان خطر يتخلصوا من المشكلة دي هقولك على خمس نصائح واهم نصيحة فيهم هي النصيحة الاخيرة لعلاج مشكلة صراحة القصف لو انت متجوز جديد رقم واحد التحكم في التنفس التنفس او ان انت ياخد نفسك بهدوء ده بيعمل ريلاكسيشن للجسم بشكل عام وبيخلك هادي مش متسرع ومش عايز تعمل الموضوع بتاع القصف بشكل سريع فبالتالي ده بيساعدك بشكل كويس جدا انت تستمتع بالعلاقة ويقلل من ان انت تتعرض لمشكلة صراحة القصف بشكل او باخر رقم اثنين تقنية الضغط التقنية دي من اهم التقنيات اللي لازم تستخدمها لعلاج مشكلة صراحة القصف ولكن احزر ليه احزر؟ التقنية تضغط على قاعدة القضيب في الاخر كده عند القضيب في اخره لو انت حاسيت ان انت هتقذف وبالغط عليه ضغطة بسيطة خالص بس ما تقفلوش يعني ما تقفلش المسار اللي بيخرج منه سائل ملو اثناء رغبتك في القذف ما تعملش الموضوع ده انت بس قدر الامكان لما تيجي تحس ان انت هتقذف اضغط على قاعدة العضو بشكل لطيف لمدة سانتين او ثلاث ثواني وبعد كده ارجع تاني فدي تقنية مهمة جدا جدا هتساعدك بشكل كبير ان انت تتعود جسمك وتهيئ نفسك على ان انت يكون عندك تخير وتعالج مشكلة سرعة القصف ممارسة التمارين الرياضية فيه تمارين مخصصة لحل مشكلة سرعة القصف من ضمن التمارين دي اسمها تمارين كاجل او كايجل زي ما الناس بيقولوا وديه تمارين بتقوي من رقم واحد صحة البرستاتة رقم اثنين بتقوي من العضلات اللي موجودة في الحوض فبالتالي بتساهم بشكل كبير في ان انت تعمل عملات جنسية بشكل صح بدون ما يحدث مشكلة سرعة القصف التواصل بشكل ايجابي مع الشريك المشكلة دي يا جماعة بيتعرض لها الرجال والسيدات ممكن ما يكونش عندهم علمه اصلا باساس المشكلة ممكن الراجل في بداية جوازه بيتعرض لمشكلة سرعة القصف بسبب مخاوف وقلق بيحصل له اثناء العلاقة ممكن بيكون مكسوب من زوجته وعنده مشكلة معينة فالمفروض ان احنا في الجزئية دي نصارح الشريك بتاعنا بالمخاوف وبالامور اللي بتسبب القلق علشان خاطر ياتف اهمها وبالتالي القلق والمخاوف دي بتروح وبتتعالج مشكلة سرعة القصف رقم خمسة استخدام المنتجات الموضعية السوق مليان كتير من المنتجات الموضعية اللي بتساهم شكل كبير في علاج مشكلة سرعة القصف وانا كسيدالي من اهم الترشيحات اللي هقولك عليها هو بلازميد جيل بلازميد جيل هي تركيبة طبيعية فريدة له تلات استخدامات الاستخدام الاول مزلق امن جدا 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 على الذكر وعلى الانسى رقم اتنين مرتب قول رقم تلاتة بيساهم بشكل كبير في علاج مشكلة سرعة القصف رقم اربعة بيحسن بشكل كبير مشكلة الانتصاب اللي اتنين مع بعض سرعة القصف وضعف الانتصاب مع الاستخدام المستمر بلازميد جيل اللي نقدر نشتري منه نقدر نشتري من الموقع في لايف وأكبر موقع متخصص في بيع المكملات الغذائية الخاصة بصفحة الرجال والنساء دلوقتي هتلاقوا الرابط فيه أعلى صفحة التيك توك عندي أو لو انت على اليوتيوب هتلاقيه فيه أو في الديسكريبشن بوكس اشتري دلوقتي واستخدمه لمدة 3 شهور ولو عايز أي معلومات عنه وأي دات عنه أو بتواجه مشكلة صورة القصف أو ضعف الإنصاب بكل سهولة وبسرية تم تقدر تستشيرني من الرابط اللي موجود فيه أعلى صفحة التيك توك وهسيب لك الرابط اللي تحت مكالمة لمدة 5-30 دقيقة بنحل لك مشكلة صورة القصف ونديك كل التفاصيل الكاملة لعلاج المشكلة بتنسوش تركه في القناة ولو انت على تيك توك اعمل فولو أو على الإنستجرام